وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطخرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعم ما يعظكم به جرى بعض الحديث حول العلاقة بين الدولة وبين الشعب كيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة وما هو الإطار الذي يؤطر علاقة الشعوب بالدول وما هي الضوابط والحدود والقيود والسدود وما هو الحق وما هو الواجب وقد مضى بعض الحديث على ضوء هذه الآية القرآنية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل نتوقف أيضا عند بصيرة قرآنية أخرى وتدبر آخر ثم نخوض غمار البحث بإذن الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لماذا لم يقل الله جل اسمه وإذا حكمتم على الناس لماذا كانت الآية هكذا إذا حكمتم بين الناس وليس إذا حكمتم على الناس هل ثمت فرق بين الكلمتين ثم ما هي حدود الحكومة بين الناس الإجابة على ذلك وبإجاز الحكومة بين الناس تختلف عن الحكومة على الناس الحكومة على الناس مرتبة أعلى الحكومة على الناس تقتضي أن تكون هناك فوقية أو ولاية مجعولة لهذا الشخص إما من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل الأمة أو أي جهة أخرى ذات صلاحية أو الدعية بأنها ذات صلاحية لتفويض الولاية وولاية الناس إليه إلى تلك الجهة أو إلى ذلك الشخص فالحكم على الناس يعني الحاكم على الناس هذه الولاية التي تسلب الناس حرياتهم وحقوقهم لأنه بلا شك الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم فمن الذي يستطيع أن يسلبني حرياتي أو بعضها أو حقوقي أو بعضها تلك الجهة التي لها صلاحية حقيقية كالله سبحانه وتعالى أو لها صلاحية في نظر العقلاء لو أنضاها الشارع أو عندهم حتى لو لم يمضها الشارع فتلك الجهة تجعل لذلك الشخص أو لهذه الهيئة حاكمية على الناس إذن الحكومة على الناس مرتبة عليا لكن الحكومة بين الناس مرتبة أدنى من تلك المرتبة شخصان حدث بينهما نزاع تراضي إلى قاضي يسمى قاضي التحكيم في الفقه فعلى هذا الإنسان الذي يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل وإذا حكمتم بين الناس إذن الحكومة بين الناس قد يكون منطلقها تراضي الطرفين وهذه ولاية نازلة أن هم يجوا وطلبوا منها أن يحكم بينهما أو ليست طبعا الحكومة بين الناس منحصرة بهذه الصورة وإنما لو كان هناك شاكي ومشتكي ومدعي ومدعى عليه ومشتقى عليه فأحد الطرفين اللي هو المدعي أو المتهم يرفع دعوة إلى القاضي فالقاضي يحكم بين الاثنين إذن الحكومة بين الناس هذه مرتبة أدنى مستوى من مرتبة الحكومة على الناس وبيت القصيد هنا ونرجع إلى هذه الكلمة من جديد إذا كان ذلك كذلك فلم لم يقل الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم على الناس أن تحكموا بالعدل ربما يقال في الجواب على ذلك أن هذا يفهم بالأولوية يعني إذا كان المطلوب من الحاكم بين الناس وهو الذي لا يحتاج إلى تفويض قوي أو إلى مرتبة غليظة من الاعتبار أو شديدة من الاعتبار إذا كان هذا الشخص بحاجة إلى أن يوصى وصية إلهية ويؤمر أمرا صريحا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فكيف لو حكم على الناس ذلك بشكل أولى يعني النظير قوله تعالى ولا تقل لهما أف إذا قول أف للأبوين منهي عنه فكيف بأن يفعل الإنسان ما هو أكثر من ذلك بأن لا سمح الله يرفع يده إليهما ليلطم حتى لو لم يلطم هذه هوية أسوأ من أن يقول أوف أو ما أشبه ذلك إذن المرتبة الأدنى قد أمر الله فيها بالعدل فكيف بالمرتبة الأعلى هذه النقطة مجرد شاكي ومشكي عليه ومدعي ومدعى عليه ومتهم ومتهم في اختلاف في مال أو حديقة يعني مملوكة لا أحد الطرفين أحد الطرفين يدعي ذلك أو مال أو إرث لا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هذه الكلمة أو هذه الجملة تشمل مصادقة كثيرة هذا واحد من المصادق النزاعات الموجودة بين عامة الناس بعضهم مع بعض لكن من المصادق أيضا لو حكم القاضي بين وزير وبين مزارع بين رئيس الدولة وبين مزارع أو عامل أو بقال أو تاجر أو أي شيء آخر هذا رفع شكوى على رئيس الجمهورية أو على الملك أو على رئيس الوزراء ليس الناس فقط يعني عوام وعوام يعني عامي وعامي أو شخص من عامة الناس وآخر لا لا شخص من خاصة الناس انصح هذا التعبير وعامتهم ما كفره الآن تشوفون بأنه القاضي عندما يراجعه شخصان قد يقضي بينهما بالعدل لو لم تكن الكفة كفة القوة لصالح أحد الطرفين لكن كثير من القضاء بمجرد أن يشوفون هذا الطرف ذو مكنة ومنزلة ومقام فتشوف بأنه يقضي لصالح هذا الطرف ليشطمعا في شيء يريده من ذلك الإنسان مستقبلا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل له عرض عريض يشمل كافة أمثال هذه الدعاوة وهذه النزاعات وهذه الاختلافات وتلك الأنماط من القضاوة وأيضا يشمل النزاع الذي يحدث بين عشرتين ليس فقط بين شخص وشخص هناك نزاع أو خلاف بين عشرتين إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هناك نزاع وخلاف بين حزبين حتى في توزيع المناصب أو المقاعد الوزارية هذه المسألة الآن مطروحة كثيرا ما تحدث بين الأحزاب أو بين القوى المؤتلفة أو غير المؤتلفة في الحكومة نزاع على أنهم من له ماذا مع قطع النظر عن أن هذا النزاع أخلاقيا غير صحيح أولا ومع قطع النظر عن أن هذا النزاع جماهيريا يسقطهم أنه أنتوا جانين للخدمة هؤلاء الناس الذين انتخبوا هؤلاء الحكام أو الوزراء أو المسؤولين انتخبوا أعضاء مجلس الأمة أو انتخبوا أي جهة أخرى يردون منهم الخدمة مو النزاع هذه حصة يديك حصتك كأنه إرث مثلا أبوهم هكذا مع قطع النظر عن أن هذه النزاعات وهذا الأخذ والشد أخلاقيا مدان وهي رذيلة خلقية ومع قطع النظر عنه كثيرا ما يكون إن لم نقل في كل الأحيان فيه السحق لحقوق الناس فهو محرم من هذه الجهة أيضا مع قطع النظر عن ذلك فإنه المفروض هؤلاء صار بينهم نزاع بين هذا الحزب وذاك الحزب هذا الوزير وذاك الوزير هذا المسؤول وذاك المسؤول ينبغي أن يرجعوا للقضاء يبت الأمر لماذا تجرجر القضية أشهر أو أقل أو أكثر من ذلك هذه في البلاد اللي فيها لفحة أو نفحة من الديمقراطية دع عنك البلاد المستبدة اللي هالحجة أيضا مموجود فيها يعني صالبة من تفاق الموضوع أرجعوا للقاضي القاضي موضوع لفصل الخصومات ليس الخصومات الجزئية المحدودة وإنما حتى الخصومات والأنماط العامة من النزاع رجعوا للقاضي يحكي بيت في الأمر أنت أنا والقضية ما تطول إلا يوم أو يومين أو أسبوع وما أشبه ذلك إذا كان القاضي من يريد أن يعمل بالحق وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل وهكذا وهلما جرى إذن النزاع بين شخصين بين هيئتين فرضا أحيانا تحدث بين بعض الهياءات أو بعض المؤسسات أو بعض المراكز تحدث بعض الخلافات أو بعض النزاع يحدث أو ما أشبه ذلك فهنا المرجع القاضي وعليها أن يحكم بالعادل وتنتهي القضية موت الجرجر ويصير المجال متسع لا سمح الله ويفتح باب الغيبة لا سمح الله والتهمة والنبيمة وما أشبه ذلك النزاع بين هيئتين بين حزبين بين عشيرتين بين حاكم ومحكوم بين رئيس ومرؤوس بين ثري وفقير كثيرا ما يصير بين الإقطاع حسب تعبيرهم السابق حسا كان بحق أو بباطل يعني كانت له أملاك كثيرة بحق أو لم تكن بحق بين شخص المهم متمكن وبين فقير إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ومن هنا أيضا ننطلق إلى أن ما يتعلق بذلك أيضا يشمله الأمر أو النهي ومن ترتبط به القضية بوجه من الوجوه مثل منه؟ مثل المحامي المحامون هؤلاء وضعهم خطير القضاة وضعهم خطير لأنه القاضي على شفاء حفرة من النار إذا حكم بالباطل فكيف بالحاكم والرئيس تصور القاضي في قضايا شخصية على كف عفريت وعلى شفير جهنم فكيف برئيس الجمهورية أو الملك أو أفرض مثلا رئيس الوزراء لمصائر الكثير من الناس ومصير البلاد يتحدد بقراراته في البلاد المستبدة أو حتى في الديمقراطية إن كانت هناك ديمقراطية حقيقية إلى حد ما له تأثير فهذه القضيين بغي أن تراعى أشد المراعاة المحامي كثير من المحامين لأنه ترفع له قضايا مختلفة حق باطل لا يحق له لقاء الثمن الذي يدفع له مهما كان مغريا أن يدافع عن الملف اللي يحول إلى وهو باطل ولذا أن يعرف شخصيا بعض المحامين من الأخيار هؤلاء يلتزم حقيقة ملتزم والله مبارك في رزقه أيضا صحيح يمتحن لأنه أحيانا تجي أموال جيدة يغض الطرف عنها هذا ملتزم يراجع الملف إذا شاف الحقوية هذا الذي رفع إليها القضية يقبل أن يترافع بالنيابة عنه ويكون وكيلة والمحاملة وإذا شاف القضية ليست كذلك يعتذر خلاص وتمارس بحقه ضغوط كثيرة لكن الله بارك في حياته بارك في ذريته ليست الأموال فقط هي الملاك والمقياس والمناط ربما الشخص يحص الأموال أكثر يعني المحامي اللي هو مثلا انفتاح يسموه ينفتح على الباطل أيضا لكن الله راح يسلب مننا البركة في حياته ربما تشوف حياة العائلية تتدمر السعادة تبتعد عنه وتفر منه أولاده لا سمح الله يبتلون بأمراض أو بانحراف أو ما أشبه ذلك فيفقد دنياه وآخرته والحديث حول هذه الآية الشريفة طويل نكتفي في هذه العجالة بهذا المقدار وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل قلنا إذا كان الحكم بين الناس ينبغي أن يكون بالعادل فكيفما لو كان الحكم على الناس بشكل أولى وبالبداها وبالضرورة ينبغي أن يكون بالعادل إن الله يأمركم أن تؤدت الأمامات إلى أهيدا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل الآن ننتقل إلى كلمات ثلاث في تتمة مباحثنا السابقة في إطار هذه الآية القرآنية الكريمة الكلمة الأولى الناس غالبا لا يعرفون مدى التأثير الكبير الخائل الذي تمتلكه الدولة في التحكم في مصائر العباد والبلاد الناس يجرون للدولة لها تأثير ولها هيبة مثلا إذا كانت للدولة هيبة لها مكانة ولها سطوة وآمرية وما أشبه ذلك لكن ما يدرون عمق تغلغل الدولة في كافة شؤونهم ومناحي حياتهم النقطة الأولى التي هي جدا ضرورية أن يدركها الإنسان أكثر يعرف يعني شنو الدولة لأن إذا الإنسان عرف يعني شنو الدولة سوف لا يفرض في حقوقه التي تنتهك ليلة نهار وهو لا يدري أصلا الدولة لها تأثير جدا هائل وقلت غالب الناس ربما حتى نستطيع أن نقول 99.99% الناس لا يدرون ذلك الآن أشير إشارة سريعة وليس حديثي هذا لأن هذه مقدمة في الواقع الدولة تمتلك تأثير كبير الدولة تدعي لنفسها حقوقا كثيرة وتعمل تلك الحقوق يعني تنفذ تلك الحقوق أي تمارس تلك الحقوق أي تسوق السفينة على حسب تصوراتها عن تلك الحقوق وتقود السفينة سفينة البلاد والعباد شنو الحقوق اللي الدولة تصورها لنفسها واحد حق التصرف بقول مطلق اثنيا حق التملك بقول مطلق ثلاثة حق التقنين بقول مطلق أربعة حق الإلزام بقول مطلق خمسة حق الجزاء والعقوبة بقول مطلق أو ما يقارب القول المطلق في هذه الصور على اختلاف الحكومات هذه سلطات هائلة جدا حق التصرف حق التملك حق التقنين حق الإلزام اللي هو يتفرع عن حق التقنين وحق الجزاء والعقوبة بإيجاز حتى نعرف الدولة شلون متغلغة مثل أفرض واحد جايب خادم بالبيت يدري صلاحياته شنو أن الخادم يروح يشتري كذا أو سائق لكن سائق جاي يتحكم في مصائر البيت وهذا ما يدري خادم أو سائق أو إيش أو جاي ضيف الضيف حدوده معلومة أنه في هذه الغرفة يكون مثلا بحدود معينة يتصرف يروح يجي أما ضيف جاي متحكم في كل البيت والطرف ما يدري ومتحكم فيه أشياء أصلاً هو ما يعرفها ما يعرف متحكم فيه حساباته ما يدري أصلاً حساباته شنوية كم يملك مال أموال ذاك الضيف أو الخادم أو حتى اللص لص جاي في البيت ظاهره أنه فرضه مثلا غاصب نقول الغاصب جاي في هذا البيت ظاهره أنه متحكم في هاي الغرفة بس إذا أنا ما أدري إيش قاعد يسوي هذا الغاصب هذه مأساة حقيقة الحكام المستبدون من هذا القبيل هذا حاكم جاي متحكم في كل مصير البلاد وأنا ما أدري الإنسان لو عرف أول مفتاح على الحل المعرفة هذا الإنسان اللي اسمه مثلاً يسمى على سبيل المعمر لكن إذا العباد والناس عرفوا اللي هذا عمقه مدمر طوال 42 سنة مجهول بتدري مير البلاد الآن ظهر شيء على السطح العمر يختلف كثيراً الحاكم أو السلطان أو الملك أو أي شي تسموه يمتلك أو الحكومة تمتلك سلطات هائلة وتدعي لنفسها حقوقاً هائلة منها حق التصرف التصرف في الثروات التصرف في الأراضي التصرف في الأموال التصرف في مختلف مناحي حياة الناس حق التصرف ويعتبرون لأنفسهم حق منع الآخرين من التصرف في الجبال في الغابات في الوديان في البحار ما تقدر تصطاد لا تستطيع الدولة تصرى لنفسها حق التصرف وحق منع الآخرين من التصرف أنه تصطاد وفرضه من الغابات ما لك حق تحوز المباحات من الغابات ما لك حق تروح في فلان أراضي تأخذها مثلا تحوزها ما لك حق أما لها هي كل الحق المطلق في مختلف أنماط الثروات ترى لنفسها حق التصرف بل فوق ذلك ترى لنفسها حق التملك الثروات العامة كلها الدولة تشوفها ملك إليها النفط ملك إليها بأي مناسبة أو النفط الثروات الطبيعية المعادن بأكملها الدولة ترى لنفسها حق التملك وترى لنفسها المالك فلوس الناس هؤلاء هم عباد الله وهذه أرض الله وهذه معادن خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد من خلها ملك للحاكم أو الملك أو ما أشبه ذلك الدولة ترى لنفسها حق التملك على خلاف ما أنزل الله وعلى خلاف العقل والحكمة طبيعيا لأن الذي خلق هذه الأرض خلقها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وهكذا خلق لكم ما في الأرض جميعا مخلقة للحكام والرؤساء والملوك والمستبدين والديكتاتوريين الثروات العامة المعادن وكذلك الصناعات الكبرى سكك الحديد الدولة تقول ملكي في أي مناسبة الدولة هكذا ترى بس الناس يمكن ما يدرون كثير منهم سكك الحديد المطارات وهكذا وهلما جرى الصناعات الكبرى اللي أمموها في هاي البلاد اللي قد أممت تلك هذه كلها تعتبرها الدولة ملكا لها إذن هذا أي مساحة عجيبة من الصلاحية تراها الدولة نفسها والناس يمكن ما يدرون أو كثير منهم يتصورون أنه بالفعل هذا هو حق الدولة الكثير من الناس قد يعرف لكن يتصور سياسة التجهيل قد مورست في حقه يتصور بالفعل هذا حق الدولة إذن هذا حق التملك بدأنا بحق التصرف ومثلنا بالتصرف في حتى أملاك الناس يقول لك أنت في ملكك حتى يتوضح الفرق في ملكك ما تقدر تبني إلا بهذه الطريقة ما تقدر تبني إلا ثلاث غرف الأبواب لازم تكون هكذا حق التصرف حتى في ملك الغير هذا واحد ومن جبلة مصادق حق التصرف حق التحالف مع أي جهة دولية يحبون مع هذه الدولة يتحالف أو تلك الدولة لازم يستأذن من الناس في ذلك الحاكم حق التصرف في مصائر الناس في ثروات الناس حتى في اللي هو يعترف أن هذه أملاك الناس لكن يقول لا أنا إلي حق حق التصرف أولاً حق التملك ثانياً يعتبر هذه الأراضي البوار والصحاري والغابات والجبال والسيف البحار كلها ملك إله هذا ثانياً ثالثاً يرى لنفسي حق التقنين إلا في البلاد اللي البرلمان حقيق منفصل أو مجلس الأمة منفصل عن الحكومة لكن الحكومات الاستبدادية عادة ترى لنفسها حق التقنين ولذا حتى إذا أكو برلمان لكن شكلي يعني الحكومة تضغط عليه الحاكم يضغط الملك يضغط هذا البرلمان مسير إلى حد كبير إن لم يكن بشكل مطلق الحكومة تشوف الحاكم يشوف لنفسها حق التقنين ثم يرى لنفسي حق الإلزام التقنين بعد الإلزام المجلس الأمة الفرض يقنن والحكومة تلزم الحكومة ترى لنفسها حق التقنين ثم حق الإلزام إنه واجب عليكم تطيعوا أمري في كل الحقول ولاحظوا هذه الدائرة جداً وسعة حق التقنين وحق الإلزام في السفار أكو قيود هكذا لازم تسافر بهذه الطريقة بهذه الأوراق هي مناسبة ما أنزل الله بها من سلطان السفر خمسين قانون أقوى حوله إن لم يكن خمسمائة قانون الإقامة خمسين قانون إن لم يكن خمسمائة قانون التجارة الإتجار إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم خلص التراضي هو الشرط الأول الذي قد أقره الله سبحانه وتعالى والشرط الأخير في حدود الصيغة الشرعية المعروفة في كل عقد لكن الدولة في التجارة في الاستيرات في التصدير في كل شيء تدخل قانون وإلزام قانون وإلزام قانون وإلزام الدولة حقيقة يعني أخطبوط خائل لا يتصور الدولة المستبدة بعكس دولة الإسلام دولة الإسلام تمنح هذه الحريات بأجمعها إلا المحرمات التي هي دائرتها جدا ضيقة السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه في العديد من كتبه يشير إلى أن دائرة الواجبات والمحرمات في الشريعة الإسلامية لو قيست في الممنوعات في القوانين الوضعية حتى في الدول الديمقراطية راح تشوف البون جدا شاسع يعني المحرمات في الشريعة يمكن 300 أربعمية محرم أو أقل هل حوالي المهم؟ لكن في القوانين الوضعية بالألوف إن لم تكن بعشرات الألوف هذا يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الرسول صلى الله عليه وآله جاء لذلك أما هذه الحكومات وكل يوم تزيد قانون كأنه عدهم إبداع غير رحماني إبداع شيطاني في كبت الحريات وخلق القوانين وجعلها وجعل القوانين الكابتة والأغلال والأصفاد والقيود وغير ذلك والسلاسل في أعناق الناس وأيادهم وأرجلهم حق التقنين في كل شيء التقنين والإلزام في السفار في الحضار في التجارة في الزواج تتزوج لازم بهذه الطريقة أنت منه؟ الله قد سمع واحد يتزوج تتزوج شرعي منها الإيجاب يعني تقول المرأة زوجتك نفسي يقول قبلته أنت أنا مع عمار عما أنت لازم تكون أوراق معينة وتروح إلى محضر أو سجيل رسمي يكون خمسين قانون يتفرع على ذلك وكذلك البيع والشراط يتبيع عمارة خمسين قيد أكوب أي مناسبة؟ أنا باع هو مشتري أنت هالأمر فالدولة لها حقيقة يعني من الصلاحيات التي خلقتها لنفسها شيء هائل جدا والناس لا يدرون أو يتصورون أن لها الحق في ذلك حق التقديم حق الإلزام وحق العقوبة مثل ما يشاءون يقننون من العقوبات يجعلون من العقوبات من سجن أو جلد أو غرامة أو إقصاء أو حضر أو منع أو ما أشبه ذلك المنافق والمتملق يقرب أما الكفوق الحقاني الذي يريد الحق هذا يقصى ويبعد يمكن يفصل من الوظيفة ليش؟ لأنه هذا إنسان يعني لا يصفق ليس أمعة على حسب التعبير المعروف إذن هذه هي الكلمة الأولى الناس إذا عرفوا حدود تأثير الدولة وسلطان الدولة وتأثيرات الدولة الوضع هواي رح يختلف ما رح يسلمون العنان لهذه الدولة هكذا لا وإنما كل شيء رح يكون بحساب وكتاب الكلمة الثانية هذه الكلمة الأولى ما هي حدود الصلاحيات التي تراها الدول أو الحكام لأنفسهم الكلمة الثانية التي ينبغي أن نراعيها أنه لا بس أمثل مثالين مثلت بأحدهم ولكن أعطي الإطار الشرعي الأرض في الرواية لله ولمن عمرها حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله عند الشعة والسنة لكن الحكومة تقول الأرض لي انتهى هذه الأراضي كلها إذا تريد تبني لازم تأخذ إجازة هذه الإجازة ما يعطوها أو بعد سنة من الركض والتعب وهذا البحث ربما نشير إلى لاحقا إن شاء الله في بحث الاقتصاد في الدولة مثال آخر أيضا مثال لطيف حتى نشوف شلون الدولة تأثر في أبعاد الناس عادة ما يفكرون فيها العملة هذه العملة خوف كل إنسان أصلا يعيش حياته بالعملة يشتري خبز بالعملة يشتري ذهب بالعملة أو يبيع يشتري ملابس بالعملة يشتري بيت بالعملة العامل الموظف المعلم كلهم بالعملة بعد يعني الرواتب كلها بالعملة فإذن العملة فتشي سيال عجيب في حياة الإنسان زيان عادة الناس ما يدرون بأن رافع سعر العملة أو خفض قيمة العملة كم يؤثر في حياة الملايين بل كل هؤلاء الناس على أن كمثال تشوفون الصين مثلا تصير على أن العملة تكون منخفضة دولة أخرى تحاول أن عملتها تكون مرتفعة عليش هذا لن يؤثر يؤثر على الاقتصاد الوطني سلبا أو إجابة زيان هذا التأثير ويؤثر على الملايين من الناس من أخولكم هذا الصلاحية لأن العملة هذا توضيح مختصر وتفصيله في محلة العملة إذا كانت منخفضة هذا يعني القدرة على التصدير الأكثر فحركة التصدير ستنتعش في البلد لكن حركة الاستيراد ستضرر يعني ملايين انتفعوا ملايين انتضرروا من يدري أصلا هاي المعادلة كم مليون انتفعوا كم مليون انتفعوا من اللي قاعدين انتفعون الرئيس ماليين الكبار الأثرياء قاعدين انتفعون أو عامة الناس قاعدين انتفعون إذا العملة انخفضت قيمتها نكرر فإن هذا سيكون عادة يعني لصالح التصدير لأنه الظلاق يقدرون يشترون مننا بسعر منخفض فرح العالم يشترون مننا أكثر البضائع أما إذا العملة كانت مرتفعة فهذا شنو راح يكون راح يكون لصالح الاستيراد أن عملتنا مرتفعة نقدر نشتري أشياء من بره بسعر منخفض بالقياس لكن راح يكون العملة المرتفعة بضرر شنو التصدير ما يشترون مننا لأنه بضاعتنا راح تكون غالية والحاصل هذا تأثير عادتين ناس غافلين وكل العالم قاعد يدور على قضية معادلة العملة الآن والقوة الكبرى تتحكم في العملة العملة لازم يكون مقياسها هذا هاي القيمة لأنهم يشوفون مصالحهم بس منهم قاعد يفكر وذاك المستبد أيضا يمشي في فلك هذا المستعمر أو في فلك ذاك المستعمر على هذا شنو يخفض العملة أو يرفع العملة أو تكون الخلفية للعملة لعملتها يعني عملة معينة دولية أو سلة عملات والحديث طويل نكتفي بهذه الإشارة ثم بعد ذلك في الكلمة الثانية هذه كانت الكلمة الأولى وباختصار الكلمة الثانية هي أن الناس عليهم أن يعرفوا شيئين واحد طريقة تفكير الحقام هذا المستبد هذا الحاكم ما هو منطق الحقام؟ منطق الحقام عادة منطق استعلائي منطق الحقام عادة منطق ازدرائي يزدرئ الناس يستحقر الناس يريد الكبرياء لنفسه وصحبه وجمعه والمتملقين له هذا المنطق منطق أناني بحت أنتوا شايفين بعض الأطفال في البيت هذا الطفل أناني يعني هو ما يعطيه حصته أيضا يروح بالقوة ياخذ حصة أخته الأصغر منه أو أخوه الأصغر منه أو حتى الأكبر منه أحيانا بعض الأطفال منطقهم استعلائي كم هذا العمل قبيح مع أنه طفل الأب أو الأم يغضب طبعا ويحق له أن يغضب ويعنفه إذا ما عنفه هو الشريك في الظلم منطق استعلائي وهذه الدولة كلها منطقة استعلائي يعني الدولة طفل كبير ومستكبر ومتكبر ومستعلي الناس عليهم أن يعرفوا علينا أن نعرف منطق الدول منطق استعلائي تريد الحق ما لك حق منطق هذه الدول منطق جوبلز جوبلز اللي هو وزير الدعاية الهتلري النازي في زمان هتلر من أهم زعماء النازية كان جوبلز هذا وزير الدعاية والإعلام شوفوا طريقة تفكير الدكتاتور يقول الناس هذا الشعب كله ما يعتبرهم بشر ولا حتى تكربون يعتبرهم حتى حيوانات يصرح يقول الناس هم حجر هذا الحجر حجر بأيدي النحات والمثال النحات يعني الحاكم يعني هتلر الحجر في أيدي النحات إلي إرادة من نفسه له أن يقول لا لا أوضح كلامه وكل الطغات هكذا يعملون هذا منطقهم له أن يقول لا ما لحق يقول لا النحات ينحته ويسقله ذاك الحجر أو المرمر أو أي شيء ثاني ينحته ويسقله ذلك النحات أو المثال كما يشاء هذا جوبلز هكذا يقول يقول الناس والشعب بأيدينا كالحجر بأيدي النحات والمثال هذا منطق الدكتاتور هذا منطق المستبد هذه منطق الحكومات الظالمة الحكومات منطقها الترويض تقول لازم نروض الناس حتى يتعلم أن لا يطالب بحقه الحكومات مثل هتلر وأتباع هتلر وحجاج وأشباه الحجاج وصدام وأشباه صدام هذه الحكومات منطقها منطق الصمت يقول أنت لازم تتعلم الصمت لطالب بحقك حتى لو عرفته بأنك مظلوم اتجرع الظلم وصمت على عكس الرواية اللي تقول الساكت عن الحق شيطان أخرس هذا منطق الحكومات لاحظوا منطق الحكام في تونس شنو كان اللي منع حتى الأذان طوال سنين طويلة منع حتى الحجاب منطق الحاكم في مصر شنو كان حتى الآن منطق الحكومة البحرينية ما هو ماذا يقول الناس الناس ما يقولون شيء خلاف القاعدة الناس يقولون كلام منطقي نحن نريد حقوقنا نحن نريد يكون هناك تداول سلمي للسلطة هذا منطق عقلاء كل عقلاء اليوم يقبلوا ومنطق شرعي لأنه الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم هذه قاعدة شرعية مسلمة هم العقلاء في العالم يقبلون هاي القاعدة وهم الشرع قد أقرها الناس يريدون تداولا سلميا للسلطة الناس يريدون أن تكون هناك استشارية حقيقية يريدون أنه من أول مسؤول إلى أدنى مسؤول من أعلى حاكم إلى أدنى حاكم من أعلى موقع هذا يتغير مثل ما كل دول العالم كل أربع سنوات كل خمس سنوات أقل أكثر هذا منطق الناس منطق الناس يقولون نريد حقوقنا وليس أكثر والعالم كله شاهد هذا منطق الحكام وهذا منطق الناس الحاكم ومنطقه شنوه منطق استعلائي وهذا لهو مزيان يعني هذا بضرره لأنه يوم المظلوم على الظالم أشده من يوم الظالم على المظلوم ليس فقط بالآخر حتى بالدنيا إذن هذا المنطق منطق الناس من جهة منطق الحقوق إذا أحنا عرفنا ما هو منطق الحق وعرفنا ما هو منطق الحكام سنطالب عندئذ مطالبة أكيدة حثيثة بحقوقنا وبطريقة سلمية مظاهرات سلمية إضرابات سلمية اعتصامات عصيان مدني سلمي لو حقيقة الشعوب تعيها ما حد رح يستبد هذا أمر واضح إذن هذه من جهة الناس عليهم أن يعرفوا منطق الحكام وأن يعرفوا أن يطالبوا بحقوقهم أمثل لكم مثال أخير وإن كان هذا المثال الظهر يحتاج إلى وقت أكثر ربما نترك تتمته لوقت آخر لكن نشير إشارة لاحظوا واحد من الحقوق المسلمة لأي إنسان الآن في البيت الزوج لا يحق له أن يضرب زوجته ما يحق له أن يضرب الأطفال أيضا الحاكم ما لحق أن يقمع المظاهرات شخص خرج في تظاهره تسلط عليه حتى خراطيم المياه هذا تصرف في بدنه حرام ما يجوز وهناك أيضا غرامة شرعا على ذلك إذا واحد صفع شخصا على خده فحمر أو اخضر أو اسود غرامة وغرامة كبيرة عشها في الأسبوع المقبل نتحدث عنها إذا أحمر دينار ونصف ذهبي لازم يدفع إذا أخضر ثلاث دناير لازم يدفع إذا أسود سد دناير سد دناير يتعادل الآن حوالي ألف ومئتين دولار تقريبا طبعا وإن شاء الله المعادلة نذكرها في الأسبوع القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى وبالنسبة للبدن نصف ذلك هذا حتى في ضربة يعني ضربة خفيفة ولدت حمره دينار ونصف عليه أن يدفع إذا كانت الضربة على الوجه هذه الحقوق حقوق الناس حقوق شرعية هل سواء رجل في بيته يضرب ابنه أو معلم يضرب طفله أو شرطي أو جندي أو حاكم يضرب سجينا أو متظاهرا أو غير ذلك هذه الحقوق إذا الناس يعرفوها أولئك مسؤولون يجب أن تطالب بهذه الحقوق والحديث في هذا الحقل حديث طويل لكن الله سبحانه وتعالى يقول أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وبقيت لنا تتمة الحديث الماضي نتركها لأسبوع المقبل أن السيادة للأمة أم السيادة للشعب ذكرنا وجهة نظر بعض القانونيين في هذا الحقل وبدأنا بنقد وجهة النظر تلك لكن النقد لم يتم ولما يكمل إن شاء الله نكملها في الأسبوع القادم بلطف الله وكرمه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سماحة السيادة للشعب ما زال مفهوم الدولة اليوم في أكثر الدول تقدما يعيش جدلا حقيقيا وخاصة فيما يتعلق بحجم الدولة وهذا الجدل بالتأكيد نابع من إخفاقات عملية وأزمات بنيوية وبالرغم من أن الإسلام قد كتب مفهوما للدولة يعبر عن حاجات الإنسان بأروع صورها على أرض الواقع والتأريخ لكننا نشهد غيابا أو تغييبا للكتابات حول الدولة الإسلامية فما هو السبب برأيكم؟ هذا السؤال سؤال مهم أنه لماذا نجد الكتابات عن الدولة الإسلامية عن حقوق الرعية عن حقوق الراعي عن حقوق الحاكم وواجباته وحقوق الناس وواجباتهم الكتابات حول هذا الحقل قليلة من نسبة لعل السبب في ذلك يعود إلى أنه الحكومات التي تسمت بالإسلامية في الفترات الماضية في الأحقاب والعقود والقرون الماضية هذه كانت حكومات مستبدة عادة تصادر الحريات فلم تكن تسمح للعلماء الأعلام بأن يكتبوا في هذا الحقل الحيوي الهام لأن هم يريدون يمشون سياستهم طبيعيا ومع ذلك قد كتب العديد بدءا من سادة البشرية حيث أن الإمام السجاد عليه الصلاة والسكس مثلاً له رسالة الحقوق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسكس له عهده لمالك الأشتر والكثير المئات يمكن الألوف من الروايات التي وردت عن الرسول الأعظم وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأمام الحسن المشتبى الأمام الحسين الشهيد بكربلا وهكذا بقية الأمام الأطهار ثم العلماء الأبرار كتبوا في هذا الحقل أيضاً لكن الكتابات كانت قليلة قلت لأن الذي تجرأ وتحدى أيضاً ثم قتل كما هو واضح كما قتل المعصومون عليه السلام باستثناء الإمام الغائب الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف قتلوا أو سموا جميعاً لكن يبقى أنه الإنسان عليه أن يستدرك لأن الآن أقوح الريات إلى حد ما في عالمنا هذا اليوم فعلينا أن نتدارى كما مضى وأن حملت الأقلام من رجال دين من جامعيين من علماء يهتموا بالكتابة حول هذا الحق الحيوي ألهام الطبشتون حق المهم وهذا لقد كتب طبية مكتوبة مع أن هذه أمراض شخصية أما مرض الدولة المستبدة مرض مستشري في بدن الأمة كله هذا يحتاج إلى كتاباته وايا أكثر وأكثر وأكثر سيدنا الجليل على مر التأريخ واجه الطغاة أحرار شعوبهم العزلة بالحديد والنار واليوم تعددت أسلحة الطغاة لقمع الشعوب وها هي دماء الشباب تراق في الشوارع وعلى الأصفة إذن لماذا لا ينبغي مواجهة السلاح الطغاة بسلاح الحرية هذا السؤال أيضا سؤال مهم ويحتاج إلى يعني فترة أطول من الحديث السؤال لماذا لا نواجه الطغاة والمستبدين بالعنف وبالسلاح كما واجهونا ويواجهوننا بالعنف والسلاح والإرخاب والسجون والتعذيب وما أشبه ذلك نحن نقول أولا وكل إناء الذي فيه ينضح والإنسان المؤمن تترشح على جوانبه الأخلاق الفاضلة على جوارحه تترشح وتنضح تلك الأخلاق وتتجلى الإنسان الفاسق أيضا أعضاؤه أيضا تكون كقلبه يعني الجوارح تتبع الجوانح ويقول الإمام عليه السلام في الإجابة على هذا السؤال حيث السؤال فأجاب عليه الصلاة والسلام ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم يعني بني أمية سالة بالدم أبطحوا إلى آخر كلامه الشريف إذن أولا هذه مقتضى طبيعة المؤمن الرحمة العاطف الأخلاق الفاضلة وطبيعة الإنسان الفاسق هي طبيعة الطغيان والعدوان والإيذاء والتعدي وهدك الحرمات هذا أولا ثانيا الأصل الأصيل في الحركات النهضوية أن تكون سلمية الأصل هو السلم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف هذا هو الأصل فلو أن الحركات الإسلامية لو أن الشعوب راعت هذا كأصل أصيل والأصل الأصيل لا يخرج عنه إلا بدليل مسلم لا ريب فيه هذا الأصل اللي ما فيه كلام الضمانة الحقيقية لانتصار الشعوب على الحكومات المستبدة التشبث أي تشبث بالسلمية لأنه إذا كانت الحركة السلمية بقول مطلق الطاغي بعض شنو يقدر يقول يعني يقتل العالم ما يعذره لا يستطيع أن يستمر يمكن يقتل واحد اثنين ثلاثة لكن الروح دائما أقوى من المادة فالشعب لو تشبث وتمسك بالسلم كأصل أصيل ومثال غاندي من الزمن المعاصر واضح أن غاندي رغم أن البريطانيين في استعمارهم للهند اللي استمر حوالي ثلاثمائة سنة الاستعمار هو يقع يعتقل يظلم يعني استعمار البريطاني يضرب يعتدي يعذب لكن هؤلاء تمسكوا بالسلم وانتصروا طبيعيا إلى درجة أنه نهر وينقل اللي غاندي كان مصينا يقول عندما كنا نخرج في مظاهرات وهم بالملايين والشرطة بالألوف شعب الهندي شعب طويل عريض وترامي الأطراف كثير يقول عندما كنا نخرج في المظاهرات فالشرطة كانوا يضربون بالهراوات وبالعصي وغيرها طبعا الضرب ضرب مبرح يفشك الإنسان يجرحه وإحنا منقدر نرد لأننا أكثر منهم لكن يقول غاندي كان موصينا أنه إذا أنتم تقدرون تتحملون تحملوا إذا ما قدرت تتحملون فإشبكوا أياديكم من خلف ظهوركم حتى لا تنفلت إيدك وترد الضربة بضربة هكذا وهذا جوهر حكمة السيد المسيح على نبينا وآله وعليه السلام حيث يقول إذا صفعك رجل أو ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ما يريد يقول أنت تنازل عن حقك لا يريد يقول طالب الحق يعني ما قاله أو جمعه مع سائر الكلمات أن تطالب بالحق بالسلم إذا صفعك على خدك الأيمن أنت متصفعه على خده هذا صار عنفي مقابل عنف أما إذا تقول أنا لا أزال على مطالبتي بحقي حقوق المختصبة لا تريد تضربني مرة ثانية اضربني مش قد يقدر يضربك إلى متى يستطيع أن يستمر والعالم كل قاعد يشوف والشعب دائما قدرته أكثر من حيث المجموع من قدرة الدولة الدولة محدودة أفرض ألف وحدهم الحكام والمسؤولين وأتباعهم وأذنابهم عشرة آلاف مائة آلف الشعب مئة مليون خمسين مليون أقل أكثر فالأصل الأصيل هو التشبث بالسلم بالحركة السلمية المظاهرات السلمية الاعتصام السلمي العصيان المدني السلمي هذه رح تنتصر بإذن الله تعالى سماحت السيد في ظل تجارب مريرة عاشتها بلاد المسلمين أخفقت الأحزاب العلمانية والإسلامية على حد سواء في تجسيد قيم الحرية والديمقراطية عمليا والتساؤل أفي الناهج تكمن المشكلة أم في المنهج السؤال هو أنه هل يمكن أن الأحزاب والجماعات إسلامية كانت أم علمانية أم غيرها هذه عندما تصل للحكم تحقق الديمقراطية في الواقع أو تحقق حكم الإسلام والاستشارية في الواقع تعرف الأشياء بجذورها الماضي هو مرآة المستقبل إذا نريد نعرف هذا الإنسان إذا سلمنا بيد الشركة كيف يتعامل هل يتعامل بتعامل ديمقراطي أو استبدادي استشاري أو استبدادي هل يقوم بقاعدة يعمل برواية أعقل الناس من جمع عقول الناس لا عقله أو لا هل يحتاط من الاستبداد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمير المؤمن عليه السلام المئات من الروايات من استبدأ برأيه هلك رواية من شاور الرجال شاركها في عقولها وهكذا وهل المجرة اللي جمع يمكن مئتين رواية أو أكثر أو أقل منها الوالد الله يرحمه في كتاب الحريات الإسلامية وفي كتاب الشورى في الإسلام وأيضا موجودة في البحارج ممكن تشوفوه في الوسائل في مستدرك الوسائل تشوفونا هذه الروايات في كتاب العشرة وغير كتاب العشرة فالشاهد في هذا الحق لأنه الماضي يكشف عن المستقبل فهذا اللي صار رئيس شركة تريد تعرف شتون رح يعمل شوف هو في أهل شلون يعمل في عائلته كيف يتعامل معهم أو شوف في الشركة الصغيرة اللي هو كان رئيس لها كيف كان يتعامل أو لاحظ إذا كان مدير لمدرسة أو أي موقع آخر تعرف مستقبل هذه الأحزاب أو الجماعات إسلامية كانت أو غير إسلامية هذه الأحزاب خلي نشوف الآن هم خلي يشوفون بدون تجريح أو تنقص من أي جهة بحث موضوعي نفس الحزب يريد يعرف من نفسه أنه بالفعل لوصل للحكم حقيقة رح يحقق الاستشارية الإسلامية أو الديمقراطية ويعطي الحريات والحقوق للناس خلي يشوف تعامل هو في داخل حزبة شنو هل هناك انتخابات حقيقة هل هناك تداول سلمي للسلطة في داخل هذا الحزب أو هذا التجمع أو هذا الاتحاد أو هذه النقابة لأنه الإنسان على ما تطبع فأنه بنفس الطريقة رح يعمل ليست للإنسان طبيعتان خمسين سنة وهو في الحزب أو في العشيرة أو في الاتحاد أو في النقابة أو في الشركة مسؤولا مسؤول استبدادي بمجرد صار حاكم يصير ديمقراطي مو معقول هذا لأنقلاب الماهوي مو معقول بالتعبير العرفي إذن مستقبل أي حزب مستقبل أي حزب أو أي جماعة تعرف ويعرف ذلك المستقبل وتعرف آفاقه المستقبلية من تعامله في الماضي مع جماعته لذا على الناس المخلصين من هؤلاء الأحزاب سواء الكارات الإسلامية أو غيرها مخلص للإسلام أو مخلص للوطن أنه من الآن يحاول أن يطبق قوانين الإسلام من العدل والإحسان والشورى أن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أيضا أمرهم بالعدل والإحسان وأمرهم شورى بينهم شاورهم في الأمر يضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إنما المؤمنون إخوة إذا هاي الآيات وأمثال هذه الآيات يطبقها في داخل جماعته وجماعته وجدوا منه ذلك ومنهم ذلك عند إذن الأمل كبير بأن المستقبل يكون كذلك ومع ذلك يحتاج إلى رقابة وإحتياط لأنه أيضا أن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى يعني مع ذلك يحتاج إلى إحتياط لكن فكيف لو كان الماضي ماضي استبدادي المستقبل أيضا لذا الناس عليهم أن يراعوا هذه القضايا وأن يطالبوا إضافة للحكام أن يطالبوا أي جهة اجتماعية أو سياسية عاملة أن تطبق قوانين الإسلام في أنفسها وعندئذن سيغير الله ما بهم أيضا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد